خلينا ننقل السورة لحضراتكو بشكل كامل عشان كده حنستكول معاكو برضو ما تم قرارة لجنة إدارة الأزمة برئاسة كابتن محمود الخطيب عقب اجتماعها امبارح مخاطبة الاتحاد الافريقي لقرة القدم بالعديد من المطالب بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة نهائية زي ما حضراتكو عارفين لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية طيب ايه هي القرارات دي خليني اروح محضراتكو أولا المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها تحديد ساعة الاستاذ الذي ستقام عليه المباراة تخصيص نسبة 50% من هذه الساعة ليه جماهير النادي الأهلي وده طبعا ليه إرساء العدالة بين طرفي اللقاء وأن النادي سوف يقوم بسادات كامل كيمة على فكرة النقطة دي مهمة جدا جدا الناس كتيكت تتساءل النادي سيقوم بسادات كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهير وذلك وفقا لأسعار التذاكر اللي بينتظر النادي إبلاغه بها من قبل الكاف ده طبعا بشكل عاجل اتنين المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي نصف ساعة الاستاذ على جماهيره فقط وأن يقوم كاف بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك تمام هنكمل مع حضراتكم سلسلة القرارات ثلاثة المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة النادي الأهلي وجماهيره التي سوف تصحب الفريق طوار الرحلة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب أربعة المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير النادي الأهلي على تأشيرات سفر وبعدد نصف ساعة الاستاذ الذي تقام فيه المباراة والأخذ في الحزبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر خمسة المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة وقال لا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداءه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات كافة المختلفة سادسا المطالبة بضرورة الاستعانة بتاقم تقنية الفار من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لا سيما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية لو خدت بالك أربعة وخمسة هما اللي أنت بتتكلمي عليهم حتة الحكام وعدم الثقة برضو في جلب الحكام أنا بقول لك يا كريم الموضوع هيبان يعني البعض بص الأراء مختلفة جدا لكن في الآخر مجتمعين أن في ظلم أو في كارثة واقعة لكن الفكرة بقى حسن النية من سوء النية أستنى لأ أنا مش مقصودة كل ده مطروح ولكن سيبقى الأمر برضو أنه هو في علامات استفام وحننتظر لغاية لما نشوف كمان هنا الحكام بالضبط إيه لأن فيه أنا مش هقول معلومة يعني بس فيه أسماء متدولة وأسماء يعني نعلم يعني مشاعرها تجاه الأهلي وتجاه مصر فيعني أو ميولها زي ما بيتقال فيعني نتمنى خير